نفذت وزارة العمل ما يقرب من 27 ألف زيارة تفتيشية إلى مؤسسات ومنشآت صناعية وتجارية وخدمية خلال الثلث الأول من العام الحالي للتأكد من التزام المؤسسات بشروط العمل وسلامة العاملين الصحية وأسفرت حملة التفتيش على المؤسسات بحسب بيان لوزارة العمل عن توجيه 1886 مخالفة عمل وتوجيه 2700 وستة انذارات و543 انذارا بالإغلاق للمؤسسات المخالفة وفقا لقانون العمل أما قطاع العمال فأسفرت الحملة عن ضبط 7711 عاملا وافدا مخالفا كما تم تسفير 2519 عاملا وإغلاق 205 مؤسسات بالمقابل تعاملت مديرية التفتيش في وزارة العمل مع 919 شكوى من خلال الخط الساخن و 676 سفسارا وشكوى خطية لعمال كما تعاملت المديرية مع 126 قضية عمالية مختلفة منها ثماني قضايا صنفت تحت بند الإجار بالبشر العمل الجبري والتسول وكان عدد الضحايا الإجار بالبشر 22 ضحية منهم 18 من الإناث ترجمة نانسي قنقر